اشتركوا في القناة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني منوها بما يتمتع به منتسب الحرس الوطني من كفاءة وجاهزية عالية في أداء الواجب الوطني المقدس المنطبهم ضمن المنظومة الأمنية المتكاملة بعد ذلك هنأ المجلس خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لما حققوه من نجاحات في مسيرتهم العملية في القطاعين العام والخاص منوها بما شهده البرنامج من تطور مستمر على مدار خمسة وعشرين عاما من مسيرته بعدها نوه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يصادف الرابع عشر من يناير من كل عام بما تحقق على صعيد العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين من إنجازات عززت مكانة المملكة على الصعيد العالمي ودورها المؤثر في مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا بعد ذلك هنأ المجلس الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بالثقة التي حضي بها من صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء متمنيا له التوفيق والسداد لخدمة دولة الكويت وشعبها الشقيق والإسهام في تقدمها وازدهارها ثم رحب المجلس بفوز جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين بثلاث جوائز ذهبية وسبع فضية من بين جوائز لندن للتصميم منوها بجهود وزارة الداخلية وكافة القائمين على مشروع جواز السفر الإلكتروني الذي روعي فيه التصميمات العصرية والمعايير الأمنية بالغة الدقة موجها بمواصلة خطط التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد ذلك أعرب المجلس عن تعازيه لحكومة اليابان وشعبها في ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق في اليابان وتمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول دليل الاستثمار الصناعي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن بعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وأليات دعمها مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب ثم استعرض المجلس المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على صعيد موسم أعياد البحرين حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والرعاة من القطاع الخاص على جهودهم التنظيمية الموفقة مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن مستجدات فرق العمل الوطنية للأمراض السارية وغير السارية واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغي بأنواعه ومنتجاته مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم حول اعتماد المؤهلات العلمية ترجمة نانسي قنقر